السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي نتمنى ان شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وفصحة جيدة من نسبة الوصفة اللي غدي نقطع حالكم اليوم اللي هي باسيشيو حبيبة الجماهر مكنش اللي ما كتعجبوش هاد الأكلة فان شاء الله إلا جربتوا الطريقة اللي غدي تشوفوا معي في الفيديو ما غديش تعودوا وتأكلوه في المطاعم فهاد الوصفة عادرة سهلة ممكن تحضروها في البيوت ديالكم وكتجي تماما بحل اللي كتباع في المطاعم فخليكم معي ان شاء الله حتى الأخير الفيديو غدي نتعرفوا على المقادير وعلى الطريقة ديال التحضير فكيف ما كتشوفوا طبق معي فهو كيجي فيه التعليكة ديال فخوماج وديال المنزاغلة فكيجي يزوين بزاف خليكم معي ان شاء الله غدي ندوزو على بركتي الله باش نتعرفو على المكونات اللي يحتاجين في الوصفة عندي 300 جرام ديال شاكيتخي كذلك عندي سوس بشاميل المعروفة الطريقة ديالها كنخدموها بالضقيق وبالزبدة والحليب سبق وحضرتها معاكم فيديو اخر عندي الموزاريلا وعندي الفخوماج غابي عندي كذلك المايونيز وعندي الفريت فقد ندوز ان شاء الله للطريقة ديال التحضير كيف ما شفتوا معي نوم المكونات ديال الوصفة فقد نخد شاكيتخي نقطعو على شكل شرائح كيف ما كتشوفوا معايا فبالنسبة لهذه الأوكلة الإيطالية فهي غنية عن تعريف كيجي المدق ديال هالديد بزاف كيف ما يمكن لكم تحضروها بأي مكوين هو عندكم توفر يعني ممكن تحضروها بصدر ديال الدجاج أو لا ممكن كذلك تحضروها بالكفتة على حساب المكوين اللي عندكم توفر فالطريقة سهلة بزاف وبسيطة انتم غدي تشوفوا معايا فإن شاء الله تجربوا الوصفة وتنال إعجاب ديالكم يعني مليت شهاوهات توجدها في البويز ديالكم بلا ما تاكلوها في المطاعم يعني بتمن لي هو مناسب غير مكلفة والمضاق ديالها فاركم كتعرفوه كتجيبني بزاف هذه الأوكلة فأنا غدي نستمر حتى نقطع الكمية كلها اللي عندي وان شاء الله غدي ندوزوا باش نوريكم الطريقة ديال التحضير أنا غدي نحاول باش نوضع يعني واحد ثلاثة او الاربع ديال الشرائح باش نسهل علي الطريقة فالوصفة سهلة بزاف تحضر كتوجد في الحين إلا حرطوشنو غدي توجدو في الغضاء او الفلاشا فيمكن لكم تجربوا الوصفة فاركت جيبنين بزاف وان شاء الله تجربوها ودخلوا لي الآراء ديالكم في كومنتاق بحلي ما وإلا جربتوها ما غديش تعودوا تكلوها في المطاعم يعني وقت مما تشاهدوها غدي تحضروها بسرعة فان شاء الله غدي ندوزوا للطريقة ديال التحضير فكيف ما كتعرفوا الوصفة ديالنا كتبغي ضروري هاد طواجين هادا يعني هادا هو الطبق فاش كن فاش كنوجدوها ضروري ما يكون هاد طواجين هادا ديال الطين الاوكلة هادينيت معروفة في هاد الطبق هادا فقد نوضع الفريت هي اول حاجة فالكمية دائما على حسب عدد افراد العائلة فغادي ناخدو لصوص بشامل وغادي نحركوها مزيان مع الفريت حتى يندمجو لنا العناصر حتى تلبس لنا الفريت بلصوص بشامل فهاد الاوكلة هاديرا هي لصوص باش كتجي فيها التعليكة مزيان فداروري مضيفو لها لصوص بشامل فانا غادي نكمل الكيمية اللي بقت ليه فراه ما زال ليس باس في الطواجين وخاكي بان صغير ولكن راه كي يهزلينا تبارك الله فعدي نكمل الكيمية كاملة اللي عندي من بعد غادي نوضع الشاكي تخي فكيف ما كتشوفو نوضعه يعني واحد طبقة اللي هي عمره وإذا انتم ما يدرتو بالكفيزة فاركو معارفين سوف تشحرها نزيان ووضعها كذلك ومثال بالنسبة لصدر الدجاج يعني اي مكون دفتور فسوف تشحره ووضعه على الفريز نزيد الكيمية اللي بقت لي نضيف القليل من المايونيز في اختيار المايونيز انا كي يعجبني ما داقوه ضروري نوضع شوية ودابا نوضع الفروماج اللي وكي يعطينا الماداق زوين وكذلك غدي نوضع المودزاريلا فكيف ما كتعرفوه هي كتعطينا التاليكة فهل طبق هذا يجي غاني بالفروماج وبالصوص كذلك فكيف ما كتشوفوه أنا كنوضع وكنعود نزيد يعني وضع الفروماج كثير وكذلك الكيمية اللي بقت لي المودزاريلا فانا غدي نوضعها الفوق غدي نحاول نوزعها مزيان وهنا بعد ما قدينا الطبق فكيف ما كتشوفوه دابا غدي يدخل الفرن غدي نوضعه في الفرن الفوق نخليه شوية بنميزه مزيان وغادي نهبطه التحت باش كيدو بلين الفروماج وكيتحمر اللون دياله وهذا هو طبق بعد ما خرجتو من الفرن هذا هو الشكل ليلو النهائي فكيف ما كتشوفوه يتحمر لنا الوجه دياله ديال الفرماج والموزاريلا كيف ما شفتو معي الطريقة ديال باستيشيو فهي سهلة غير مكلفة فالطبق يأتي بنين بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوه ونال اعجاب ديالكم فإلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تبرتجوه مع الأحباب والأقارب وما تنسوش لايك الفيديو وتشاركو في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة